بسم الله الرحمن الرحيم تفصيل إيه هي المشروعات لكل سنة من السنين وإيه اللي عملناه لكم ونتكلم عليها شوية نشوفها مع بعض موضوع استخدام المشروعات موضوع مألوف في موضوع التقييم يمكن فكرة جديدة بالنسبة لكتير من ولادنا ولكن هي تغيير عميق في طريقة التعليم وأعتقد أن نستفيد منه كتير طبعا موضوع المشروعات مش عاوزين نقلق منه خالص موضوع أبسط كتير ما احنا فاهمين وبينمي عمل جماعي جماعي بين الولاد مش بين الولاد والكبار بين الولاد بإرشاد من المعلم طبعا ولكن هو عمل جماعي لمجموعة من الطلاب بنعلمهم إزاي نبحث عن المعلومة إزاي نصيغ أفكارنا إزاي نستخرج الإجابات من المصادر المختلفة سواء كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية هنشوف ده مع بعض إزاي نربط بين المواد اللي اتعلمناها سواء كتعلوم أو رياضيات أو دراسات اجتماعية أو لغة إزاي نكتب تقرير وإزاي نكتب المراجع اللي استخدمناها وإزاي نحطه في شكل يعني ينفع حتى لما نجبر بعد كده مع سوق العمل وإزاي نعرضه فكل ده هنشوفه مع بعض من خلال هنوريكو نمازج من هذه المشاريع اللي حضراتكو هتلاقوها موجودة على السوشال ميديا بتاعت الوزارة وعلى موقع الوزارة وفي الجرائد الطاومية زي ما قلنا مطبوعة لمن لا يستطيع الوصول إلى هذه المنصات وهيبقى موجود طبعا على منصة إدمودو اللي موجودة في المدارس لكل سنة دراسية المشروعات بتاعتها والتمبلتس اللي هيستخدمها عشان يكتب المشروع النهائي فتعالوا نشوف مع بعض برؤية العين أحد دمازج هذه المشروعات للمرحلة الابتدائية وللمرحلة الإعدادية ونعرف برضو معايير تقييم هذه المشروعات احنا نشوف مع بعض نموذج حقيقي من المشروعات احنا اتفقنا أن الكل سنة دراسية في مشروع واحد هنقدمه بنجمع فيه العلوم المختلفة على سبيل المثال ده مشروع الصف الثالث الابتدائي الخطوات لازم نقرأ ده كويس احنا هنقرأ المشروعات الموجودة هنا احنا اخترنا أربع محاور للمرحلة الابتدائية المشروعات المركزة عليها يا إما السياحة أو الطاقة أو الصحة أو المياه ده سواء في تالتة أو رابعة أو خمسة أو ستة ده نموذج من تالتة ابتدائي فلو احنا مفروض الطالب هنا يختار فريق العمل يختار زملائه ويجوا مع بعض ياخدوا قرار هم حابين يشتغلوا في آن واحد من الأربعة دول بعد ما يختاروا الموضوع هنشوف بقى الأسئلة اللي في الموضوع وهيبتدوا يقسموا الأدوار على بعض مين اللي هيجمع المعلومات زي ما هنشوف ومين اللي هيكتب وهيصغوها ازاي فتعالوا نشوف مع بعض على سبيل المثال مثلا السياحة مكتوب هنا تشتهر مصر بالعديد من الأماكن السياحية في ضوء هذي دراستك لهذا اعمل مشروع فيه الحاجات دي أهم الأماكن السياحية وما تشتهر ومنتجاتها زي واحد سيوة مثلا على سبيل المثال الحاجة اللي مكتوبة بالخط التقيل أو البولد دي معناها كي ويرد أو كلمة مهمة نستخدمها في البحث لما نروح المكتبة الرقمية أو نروح على جوجل نروح يا حتى ندور على الموضوع اللي مكتوب بالأسود هيوصلنا لمعلومات عن الموضوع ده لازم ندور على المراجع اللي هتفدني في أني أعمل هذا المشروع طبعا أول مرجع هو كتاب المدرسة اللي فيه الحاجات دي متاخدة مما يدرس في كتاب المدرسة بس كمان فيه المكتبة الرقمية هنشوف مع بعض هنلاقي فيها إيه السؤال الثاني يختار أحد الأماكن اللي جبتها في أول نقطة ونظم رحلة لها تحدد عدد الأفراد وسيلة النقل المناسبة وزع الأفراد على الحافلات ووضح عدد الأفراد في كل حافلة هنا بنجمع أجزاء من الحساب أو بنعد بنجمع ونترح ونخطط للرحلة وبعد نختار كلمة ترحيب للسياح باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية عشان الطالب أو الطالبة يكتب حاجة سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو الاتنين يعني لأنه بياخد اللغة العربية ومعها لغة أجنبية كان ممكن نبص قبل ما ناخد قرار على طب الطاقة الطاقة بتتكلم على الكهرباء على أهميتها على ترشيد استهلاكها تقول له إرسم مستطيل وإحسب محيطه حاجات كده الماء موضوع رابع هو الصحة عندنا السياحة طاقة صحة ماء مفروض المجموعة تنقي مشروع من دول ويوزعوا الأدوار ما بينهم ويبتدوا يجمعوا أول حاجة المراجع نجيب المعلومة منين بعد ما نجيب المعلومات دي نشوف هننظمها إزاي هنا بقى لو نزلنا تحت هنلاقي إرشادات عامة وهنلاقي شكل أو تكوين المشروع هنلاقيه هنا إرشادات عامة فيه رقم تعريفي هنكتبه نكتب عنوان المشروع رقم التعريفي للطلاب اللي اشتركوا في المشروع مقدمة العناصر وفي الآخر النتائج والمراجع هنوريكو ده بشكل أكبر فيه عملي لكو نمازج على ويرد علشان نملى فيها الكلام ده من ريحكو شوية من ديكو نموذج نمشي عليه سواء على الكمبيوتر أو سواء طبعناه وكتبنا فيه بخط الإيد إنما هيكل المشروع هيكون عنوان والرقم المؤلف أو المؤلفين مقدمة عن الموضوع المشروع اللي اخترناه ثم العناصر اللي جمعناها بعد ما درسنا بقى وجمعنا المراجع وبتاعه والنتائج اللي بنوصل لها مكتوب هنا كمان إن مقدمة المشروع أو الملخص يبقى بين 25 و 25 كلمة الموضوع نفسه اللي هنكتبه يبقى بين 200 و 250 كلمة ده لتالتة بتدائي طبعاً لو طلعنا في الأعمار هنلاقي الأرقام دي تغيرت اللافتة اللي باللغة الإنجليزية تبقى بين 18 كلمات وده على قد المرحلة العمرية اللي احنا مستهدفينها زي ما حضراتكم شايفين في موضوع المشروع بتاع تالتة بتدائي فكده احنا بنتكلم على مشروع واحد من أحد أربع اختيارات وهنعمل فيه اللي كنا بنتكلم عليه لو رحنا للمرحلة المختلفة يعني لو حبينا نشوف مثلاً مرحلة الإعدادية هنخش هنا هنلاقي مشروع لتانية إعدادي ده لو كبرناه شوية هنلاقي في المرحلة الإعدادية المحاور اختلفت هنا بنتكلم على تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية أو موضوع الزيادة السكانية والأمن الغذائي أو موضوع البيئة ودي مواضيع كلها استخرجت من مخرجات التعلم بتاعت السنة الدراسية دي عن طريق الأسادزة اللي حطوا المناحي فأي حاجة مكتوبة هنا لها مرجعية في كتاب المدرسة وفي المكتبة الرقمية اللي ممكن ندخل وندور جواها على أي حاجة من هذه الأشياء فمكتبة الرقمية غنية جداً هنا لو شفنا المطلوب من الطلاب من حيث عدد الكلمات نلاقي الملخص هنا أكبر طبعاً لأن ده في تاني إعدادي الموضوع من 700 إلى 800 كلمة ففي عمق أكتر من اللي طلبناه من الطالب اللي في تالتة ابتدائي اللغة الإنجليزية نكتب فيها من 40 إلى 60 كلمة أكتر من برضو اللي طلبناه من الأطفال الأصغر سناً لو إحنا حبينا نروح نشوف طب كنا هندور على المراجع دي فين؟ هندور على المراجع يا إما في كتاب المدرسة طبعاً نجمع منه اللي نقدر عليه المكتبة الرقمية بننصحكوا بشدة لكل من يستطيع الوصول إليها إنه يحاول يخش هنا وإحنا بنشكل المجموعة ممكن يبقى واحد من الأربعة أو خمسة عنده اتصال بالإنترنت حتى لو زملائهم عندهمش على قل واحد في المجموعة يفيدنا نحن نخش هنا لأن هي فيها مراجع هتفيدنا جداً لو دوسنا زاكر الآن هنا عشان نخش جواها هنلاقي طبعاً المواد الدراسية كلها بتاعتنا هنا نقدر ندور فيها بس في وسيلة أسهل من كده لو إحنا في ابتدائي في ربعة أو خمسة ابتدائي واخترنا مثلاً موضوع الكهرباء موضوع الطاقة فهنكتب هنا نندور في كلمة البحث فوق عن موضوع معين سواء المناخ أو الكهرباء أو اللي كان مكتوب بالعريض تعالوا نكتب مع بعض مثلاً الكهرباء ونشوف الموقع بتاع المكتبة الرقمية هنلاقي فيه إيه عن الكهرباء هنا وسيلة البحث أسهل كتير جداً من الكتاب الورقي عشان كده بننصح إنكم تخشوا هنا هنلاقي بقى مصادر كتير جداً من أول أنواع الكهرباء لتوليد الكهرباء لطرق ترشيد الاستهلاك وهنلاقي إن مثلاً ترشيد استهلاك الكهرباء داخل في مشروع الطاقة الكلمة الدلة اللي بندور عليها أو كي ويرد كلمة ترشيد استهلاك الكهرباء إيه لها هنا مصادر نقدر نبص فيها أختار الكهرباء إزاي بتتولد الكهرباء وكذا لو عاوزين لو أنا في خمسة ابتدائي يمكن في حاجات من دي أكبر من سني عشان أعرف أوصل للمستوى بتاعي اللي على اليمين ده اسمها الكلمات الدلة أو بالإنجليزي اسمها كي ويردز أو تاجز نقدر نختار هو أنا بتكلم على أنوس أنا بتكلم على سنوي ولا بتكلم على ابتدائي بصوا هنا كده على اليمين لو أنا ستة ابتدائي هروح دايس على ستة ابتدائي هتختار من الحاجات دي الحاجات بتاعة ستة ابتدائي بالتحديد عشان كده مكتوب هنا صف السادس ابتدائي وإن أنا خدت الليستة اللي طلعت لي من أول محاولة ولخصتها لما يناسبني اللي كان ممكن أعمل كده واختار تالتة أو رابعة ابتدائي عشان ما انتهش في بحر كبير فعن طريق بس البحث بالكلمة الأساسية اللي بدور عليها سواء الماء أو السياحة أو واحد سيوة أو كده هلاقي مصادر كتيرة جدا وإحنا لما نختار لما فريق العمل من الطلاب يختار مصدر يكتب على جنب هو جابه منين يكتب المصدر ده هو المرجع ده اللي معمول من نهضة مصر أو معمول من بريتانيكا يكتب اسمه عشان في الآخر وإحنا بنبني المشروع لازم نقول كل حاجة استخدمناها جات منين وإحنا بنعمل ده عزين نتعلم موضوع اسمه الملكية الفكرية الفكرة مش إن أنا أنقل حاجة من النت أعمل لها كوبي واروح حطيتها الناحية التانية وادعي إنها بتاعتي دي مش بتاعة مدام حد تاني كتبها تبقى مش بتاعتنا لازم أقول مين صاحبها مقدرش أخد صورة من الانترنت واروح حطيتها من غير ما أقول مين صاحب الصور فأي حاجة ناخدها سواء صورة أو مرجع أو كلام لازم أقول مين مؤلفه أنا نقله عن فلان فعشان كده دي حاجة بنتعلمها وإحنا بنعمل المشروع بس وإحنا بندور في الأول على مصادر نصيغ بيها الرد بتاعنا كمجموعة بندور في كتاب المدرسة وبندور هنا وطبعا زي ما حالتكم شايفين احنا كتبنا كلمة واحدة هنا جابت لنا كل ده لو كنا كتبنا هنا حاجة تانية زي مثلا عاوز أكتب واحد سيوة مثلا هل هلاقي حاجة ولا لا فلو كتبنا واحد سيوة نشوف هيقول لي إيه هنا هل هنلاقي؟ آه هنلاقي حاجات كتير عن هذا الموضوع هتلاقوا كلمة سيوة موجودة هنا نقدر ندور بيها فبيجيب لي وسميها هنا أرض النخيل فهنلاقي في الثلاث حيثة دول مراجع عن هذا الموضوع فإحنا عاوزين أولياء الأمور يمكن مع الأطفال الصغرين يساعدوهم في أنهم يلاقوا المراجع ونسيبهم بعد كده هم يقروها ويطلعوا اللي هم عاوزينهم مش نعملها لهم عاوزينهم هم اللي يروحوا يكتبوها بالطريقة بتاعتهم يبزلوا المجهود وينظموها بالشكل ده فده يعني جولة سريعة هنعمل جولات تانية بعد كده نوضح فيها الحاجات دي أكتر ولكن دي نظرة سريعة وليستة المشاريع بتاعت السبع سنوات من تلتة ابتدائي لتلتة أدادة دي هتلاقوا حضراتكم موجودة على موقع الوزارة وعلى السوشال ميديا وعلى الجرائد إن شاء الله الورقية احنا هنا عاوزين نشوف كمان غير الموضوع ده عاوزين نرجع خطوة الورا ونشوف معايير تقييم المشروعات لو رجعنا هنا تاني هنخش في هذا الملف عشان نعرف أكيد حضراتكم بسألوا أنا هتديني هتحكم على المشروع ازاي عشان نحكم على المشروع معايير الحكم على المشروع المشروع يبقى مقبول ما فيهوش درجات هو يا مقبول يا غير مقبول مقبول لازم حقق العناصر اللي مكتوبة على اليمين يبقى فيها عنوان جذاب الفريق هيختاره مع بعضه نعرض المشروع بطريقة منظمة فن كتابة صياغة التقرير يبقى ازاي لو هكتبه بإيدي هكتبه بخط كويس منظم في التمبلت اللي هنديها لكم اللي تمشوا عليها نستخدم المفاهيم من المواد الدراسية بتاعتنا حتى لما نشير لكتاب المدرسة نقول خدنا ده من الكتاب صفحة كذا العنوان الفلان أو من المكتبة الرقمية أو من أي مصدر أخر نلتزم بعدد الكلمات المحددة جميع محاول المشروع ما سيبش حاجة فيه فاضية المراجع مهمة جدا جدا يعني أي انتقاص من هيكل المشروع يعمل مشكلة فاحنا عاوزين وإحنا بنعمل شون نتأكد ان احنا عدينا في الحاجات دي طبعا وإحنا بنكتب باللغة العربية أو الإنجليزية نراعي القواعد النحوية والإملة وعلامات الترقيم لازم نركز فيها ما نكتبش حاجات نتأكد من الحروف مظبوطة وكل حاجة مظبوطة الحاجة المهمة نعرفها أنه أساس رفض المشروع هو تطابقه مع مشروع آخر أو لو حسينا أن العمل المشروع حد غير الطالب المشروع ده يعتبر غير مقبول ولو المشروع غير مقبول الطالب هيضطر ييجي قبل العام الدراسي عشان يمتحن بديلا عن هذا المشروع باسمه كده ما خلصش الترم التالي فياريت ناخد بالنا من النقطة دي جداً المشروع هيترفض إذا حصل تطابق مع مشروع آخر ودي حاجة هنقدر نوصل لها إن شاء الله بس يعني الصورة العامة خطوات بسيطة وعندنا أربع أو خمس أسابيع للمجموعة تشتغل فيها على المشروع اللي هم اختروه ويقدموه بالشكل الحاجة الوحيدة اللي عاوزين نشوفها معاكم غير دي هي النموذج اللي هنمشي عليه يعني لو دخلنا هنا تاني نلاقي إن إحنا مثلاً لسنة رابعة ابتدائي عاملين تيمبلت تيمبلت يعني نموذج للمشروع هيبقى مكتوب إزاي فده هتلاقوه حضراتكو على منصة إدمودو هتلاقوه على موقع الوزارة وعلى السوشال ميديا ممكن ناخده لو أنا بستخدم كمبيوتر أقدر أملى جوه ده على طول عنوان الموضوع الرقم التعريفي المقدمة ممكن بعد كده عناصر الموضوع مكتوب ده من ربعمائة لخمسمائة كلمة وده مشروع الطاقة كل مشروع له نموذج أمشي عليه وبعد كده هنا ممكن أحط صور ممكن أزود عن الصور دي بس ده يعني حاجة تساعدكو على بناء المشروع نملك كلام هنا وبعدين نكتب النتائج والمصادر ففيه يعني هيكل نمشي عليه ونمشي عليه في حياتنا بعد كده نتعلم نكتب إزاي تقرير عن موضوع معين إزاي نبحث إزاي نكتب الأفكار ونشير للمصادر ونكتبه بشكل منظم فيه النقط دي كلها عملناها فده الشكل العام لموضوع المشروعات وهتشوفوا حضراتكو تفاصيله أكتر على موقع الوزارة إن شاء الله يمكن من الأسئلة المنتشرة وعاوزين نرد عليها الحقيقة ونتحرك للنقطة اللي بعدية هي قضية أنا ما عنديش إنترنت أتصرف إزاي ففيه حلين إحنا طبعاً اللي عنده وسيلة يوصل للمنصات اللي الوزارة بتستثمر فيها على الإنترنت سواء المكتبة الرقمية سواء منصة التواصل إدموده اللي في المدارس كل ده طبعاً المكتبة هيلاقي حاجة أكثر عمقاً يعني وبالتالي يظريف إن المجموعة تكون فيها حد على الأقل واحد يقدر يوصل إلى الإنترنت ده هيفيدنا جداً إذا ما كانش كتاب المدرسة هو المرجع الرئيسي وأي كتب أخرى بتصب في الموضوع ده وفي نفس الوقت نقدر هنشوف هنسلم المشاريع دي إزاي الأول هنعملها إزاي هنلاقيها على صفحات الجرائد المكتوبة زي ما هنلاقيها على المنصات الإلكترونية فالطالب يختار هيجيبها منين وفي نفس الوقت لما نخلصها ممكن أعملها على الكمبيوتر وسلمها بورد فايل وده الأفضل عشان الولاد تتعلم استخدام التكنولوجيات دي من صغرها إذا ما كانش ممكن يطبع النموذج اللي أنا وارتهلكه على الشاشة ويكتبه بخط إيده أو المجموعة تكتبه هنيجي بقى نسلمه في المدرسة قبل 15 مايو ما يخلص لو خلص قبل كده نسلمه لو في طريقتين لو أنا على المنصة اللي اسمها إدمودو لازم في الآخر المشروع يبقى على هذه المنصة فإما أنا أحطه على المنصة بنفسي لأن أنا عضو فيها وبقدر أحط الحاجة عليها أو لو ما عنديش هتبقى أنا كتبتها ورقيا هحولها إلى حاجة إلكترونية عن طريق سكانينج مثلا وبعدين أحطها على فلاشة وسلمها في المدرسة مش هروح المدرسة أقولهم اعملوا لأنتو ده للمدرسة مش هتكون قادرة على ده الطالب اللي يصل إلى الإنترنت هيقدموا على الإنترنت اللي مش هيصل إلى الإنترنت هيروح لإنترنت كافي أو مكان هيحولوا الورق إلى حاجة ديجيتال ويحطها له على فلاشة ويجيبها لنا في المدرسة التطوير التكنولوجي في المدرسة هيحملها على المنصة حيث في الآخر تبقى كل المشاريع على هذه المنصة عشان الوزارة تقدر تصلحه موضوع المنصة والدخول عليها وطريقة استخدامها هنفرد له مقام آخر يوم الاثنين 13 إبريل إن شاء الله يبقى فيه فيديو تاني بيشرح موضوع المنصة فمش عاوزين نشغل بالنا دلوقتي بالكود اللي هنخش به المنصة ده هنقوله لوحده بعيدا عن الموضوع ده الامتحان تسليمه بعد أربع أو خمس أسابيع من النهاردة فياريت النهاردة يبقى اهتمامنا كله إن إحنا نعمل المجامية دي مع بعض ونركز على استكمال المراجع والشغل على المشروع ما نسبقش الأحداث بموضوع تسليم لسه قدامنا أربع أسابيع إحنا طول الوقت ده هنجي حضراتكم معلومات عن كيفية تسليمه وتروحوا تعملوا إزاي وكل حاجة طول ما إحنا ماشيين القضية اللي يمكن مهمة أقولها دلوقتي هي إزاي إحنا بنعمل كل ده ليه إحنا بنعمل كل ده علشان دي طريقة زي ما حاراتكم شايفين بنعلم الولاد حاجة جديدة حاجة مهمة جدا هتفيدهم في الحياة بعد كده أكتر من الامتحانات التقليدية بنعلمهم إزاي يجيب المعلومة بنفسه وإزاي يصيغها وإزاي يعبر يعني موضوع السياحة هيعملوه آلاف الطلاب مش هيطلعوا نفس الحاجة فكل مجموعة لها رؤية وليها شكل وده كله كويس بالنسبة لنا اللي يعمل المجهود ويمشي على الخطوات دي ده البحث بتاعه مقبول اللي مش مقبول أي حاجة فيها غش أو نقل أو إن يدفع لحد يعملهولي ده بنسبة لنا مرفوض تماما والحقيقة بعد كل الاستثمارات اللي عملتها الدولة وبعد ما رأينا من الناس فعلا عاوزة تتعلم الوزارة هتاخد موقف أكثر صرامة في التعامل مع موضوع الغش وموضوع النقل وموضوع الفلوس بشكل قانوني وأحيانا جنائي فأي مكتبات أو سايبر كافيز أو أعضاء في وزارة تربية والتعليم هيعرضوا هذا الموضوع هيتعرضوا لمسائلة قانونية مباشرة ما فيهاش أي تمييز الحاجة التانية الطالب اللي هيثبت عليه والوزارة قادرة على هذا إنه فيه بحث متطابق أو منقول أو حد أكبر سنة عملهوله هيرفض مباشرة وهيدخل امتحان في سبتمبر فأي حد بيروح للسكة دي ما يزعلش من النتيجة النتيجة إحنا أي حد هيبزل مجهود ده بنساعده بكل الطرق ومش عاوزين المجموعة الصغيرة اللي هتحاول تخترق هذا النظام وتتفاداه تأثر على الآخرين أو يعني تمنعهم من التعلم الموضوع ده حصل في امتحانات أولى سنوي اللي هي الإلكترونية رغم إنها تجريبية وبيلا درجات إلا إنه فيه أولاد كتير قاعدة على واتس أب بتتنقل الإجابات مع إن الفكرة من الامتحان اللي طلبوا لأولاد إن هم يتدربوا قبل الامتحان اللي بنمر فهو لما بياخدوا من زميله اللي عندهم واتس أب هو بيهدر بيضع على نفسه حتى فرصة التدريب اللي هو طلبها فلما يجي الامتحان ومعرفش يعمل كده هيبقى تعبين الأهم بقى إن اللي في تانية سنوي النهاردة ده رايح تالتة سنوي السنة الجاية بعد شهور لو ما استخدمش أول أو تانية سنوي للتدريب على هذا النوع من الأسئلة هيصطدم بتالتة سنوي حيث التأمين عالي جدا مش هيعرف يعمل كده وبالتالي هو اللي هي هو بيعقب نفسه فإحنا بنقوله استسمر الفرصة اللي احنا بدينها لك وبننادي أولياء الأمور ما يصرفوش مليم على بناء هذه المشاريع أي مجهود يقوم بيه الطفل في تالتة ابتدائي في رابع ابتدائي بالنسبة لنا أهم بكتير جدا مش لازم يعمل إجابة فيش حاجة اسمها إجابة نموذجية احنا عاوزينه يبزل الجهد ويشتغل ويتعلم ويدور ويدخل المكتبة الرقمية ويصير ده مقبول اللي مش مقبول إن حد يعملهله حتى لو كان أحسن ده مش مقبول بالنسبة لنا فنفتكر بس إن أي بحث مطابق أو ما نقول هنضطر نرفضه وبالتالي الطالب هيعتبر لا يكملش السنة هيجي في سبتمبر يمتحن بامتحن تقليدي مش هامل مصورة تانية يمتحن امتحن تقليدي عشان يطلع للسنة اللي بعديها فلو سمحتوا خلونا نبعد عن كل هذه المحاولات اللي ابتدت من قبل ما نعلن عن المشاريع حتى ابتدت في هذا الاتجاه نفس الكلام ينطبق على أولى وتانية سنوي أي ادعاء بإن الأجهزة مش بتشتغل وهو غير صحيح أو امتناع عن الامتحان هيعمل نفس معاملة عدم تقديم المشروع وهي إنه هيجي في سبتمبر وهيمتحن تاني بتوع سنوي يمتحنه تاني إلكترونيا لو ما عملوش الامتحان ده بالطريقة النظامية فبعيدا عن كده الأمور مفروض تمشي كويس إن شاء الله وما يبقاش فيها أي مشاكل والوزارة هتقدم لحضراتكو أكتر من فيلم يساعد على بناء هذه المشاريع غير اللي عملناه قبل كده واللي بنقوله دلوقتي آخر حاجة بقى أحب أقول لكم مفاجأة جديدة عملتها الوزارة في الأيام القليلة اللي فاتت ما كناش تكلمنا عليها بس أعتقد هتفيد ناس كتير جدا بالإضافة للقنوات التعليمية وبالإضافة للمكتبة الرقمية والمنصة إدمودو وللمشروعات اللي تكلمنا عليها دلوقتي هنوريكو منصة جديدة خالص الدخول عليها مجاني عملها التعليم الإلكتروني في الوزارة علشان يعمل لكم فصول حية لمراجعات المرحلة الإعدادية والسنوية أعتقد أنكم هتنبستوا منه فتعالوا نشوفوا مع بعض عشان تكتمل الصورة تعالوا نشوف مع بعض زي ما قلنا أحدث يعني أنتجاته الوزارة للتعامل مع الأزمة اللي احنا فيها ومساعدة الولاد قدر الإمكان إنا كنا ذكرنا كذا حاجة عشان ما نطلخ باتش أول حاجة عملناها كتلمكتبة الرقمية اللي احنا قلنا هندور فيها على مراجع للمشروعات وبعدين بنشتغل للوقتي على المنصة بتاعت إدمودو اللي هنتكلم عليها يوم لتنين 13 إبريل اللي في الفصول وهيبقى عليها مراجع والسادة المعلمين هيساعدوكم في التعامل مع المشاريع وبعدين المشروعات نفسها اللي بنعرضها النهاردة والمنصة الحالية منصة البس المباشر للحصص الافتراضية دي غير القنوات التعليمية اللي متاحة على التلفزيون دي بتحتاج إنترنت ممكن من أي موبايل من أي آي باد من أي جهاز كومبيوتر آآ العنوان بتاعها ستريم كلمة ستريمينج هي البس المباشر ستريم دوت مو اي اللي هي المنسري أو فيديوكيشن دوت جوف دوت اي جي العنوان ده يجبنا في هذا المكان آآ منصة البس المباشر دي بتستخدم تكنولوجي حديثة جدا عملها شركة سيسكو أو مايكروسوفت لازم ننزل الابليكيشن يا إما بتاع تيمز بتاع مايكروسوفت أو ويبكس بتاع سيسكو هو هيقول لك كده لو نزلنا تحت شوية بنختار الصف الدراسي هنا مفروض نختار المرحلة الدراسية الموجود دلوقتي فصول على الهوى من أفضل الأساتذة في وزارة تربية والتعليم لتالتة إعدادي أولى سنوي تانية تالتة سنوي يعني الإعدادية والتالت مراحل السنوي الكلام ده تعمل في الفترة الأخيرة هنا بنختار المرحلة الدراسية يا إما الإعدادية أو السنوية لو دخلنا هنا واختارنا تالتة سنوي باعتبارها سنة مهمة لدى كثير من الناس هنلاقي الجدول البس المباشر بتاع هذه المرحلة هنلاقي إن كل يوم حد هيبقى فيه لغة انجليزية من واحد من اتناشر لوحدة ولغة عربية من اتنين لتلاتة كل يوم اتنين فيه رياضيات وأحياء تلات فيه كيميا وتاريخ أربع فيه وهكذا الكلام ده موجود للتلات سنين السنوي وللشهادة الأعدادية فيه جميع المواد على مدار الأسبوع نقدر نخش نشوفه هنا فكده بقى عندنا مصادر كتير للتعلم عن بعد سواء البس المباشر هنا فيه أستاذ بيشتغل في الوقت ده على الهواء والفصل الواحد بياخد لحد عشر تلاف تلميذ مع بعض يعني قاعة كبيرة جداً افتراضية فيها عشر تلاف واحد ممكن يبقى فيه كذا فصل منهم المهم أنه دي منصة بس مباشر فرق الوزارة بيشتغل عليها دلوقتي وهنسجل كمان كثير من هذه المحاضرات ونحطها على موقع الوزارة اللي عاوز يشوفها خارج الفترة الزمنية دي وفي نفس الوقت فيه قنوات التعليمية في التلفزيون ليها برامجها ومنصة إدمود ونحط عليها حاجات كتير والمكتبة فكل العناصر دي مع بعض زخيرة كبيرة جداً تساعد كل واحد قدر الإمكان وفيه حاجات عاملها الجرائد المصرية وقنوات تلفزيونية برضو بتضيف لحضراتكم فيعني إن شاء الله تجدوا كل ما تحتاجه سواء للامتحانات زي السنوية العامة أو الشهادة الإعدادية أو اللي في قولة أو تانية سنوية بيحضروا الامتحانات الإلكترونية في مايو كل واحد هيلاقي الحاجة اللي هو عاوزها ونتمنى أن الموضوع ده يمشي على خير وتبقى خبرة في التعلم بشكل جديد نستمتع بيها وننتقل للسنة الأعلى وشكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر